السلام عليكم اصدقائي كيف حالكم متابعيني على قناة فينشاركوين فيديو جديد على قناتنا قناة مهتم باخر اخبار لعملات الرقمي بعد الفيديو اصدقائي راح تتكلم عن ارتفاع مرتقب لبيتكوين وسوق العملات المشفرة و راح تتكلم عن هم الصفقات اللي ده خلفية و شو هي اهدافه لهاي الصفقات امن باش فيديو اصدقائي بتمنى تبقى على زر اللايك تشترك بالقناة تفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عام عملات الرقمي لا تنسى انضم لقاتنا على تليجرام والرابط موجود اسفل فيديو والرابط موجود كمان في بنار قناة خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو طبعا اصدقائي اما ادخل بيصل بالموضوع تحليل بيتكوين وسوق العملات المشفرة بدأ يتكلم بنقطة سريعة او دقيقة سريعة ستكلم فيها عن ايرن تو تريد ايرن تو تريد هي عبارة عن شركة بتعطيك حساب ممول انت بتختار قيمة الحساب مش قد الرأس المال الخاص بالحساب وبتشتري هذا الحساب بمبلغ غامزي وبتداول وبتاخد ديسبك بيري من الارباح طبعا مثلا عندي شركة ايرن تو تريد عندها حسابات ممولة في عليها خصم بقيمة 95 دولار للاشخاص بسجل عن طريق الرابط موجود بالفيديو القادم حاليا مجرد بطيكو بفكرة لحتى بتنتظروا الفيديو القادم اللي رح اشرح فيه بشكل مفصل طريقة شراء الحساب طبعا الحساب ممول بقيمة خمسين الف دولار لما بتتداول تحصل على ثمانين بالمية من الارباح الخاصة بالخمسين الف دولار طبعا من خمسين الف دولار قابل للزيادة الى اربعمائة الف دولار يعني تخيل انت بتتداول برأس مال اربعمائة الف دولار وتصدر على ثمانين بالمية من الارباح وعلى الشيء بالمية من الارباح بتروح للشركة رح اشرح كل هذه النقاط بالفيديو القادم بخاص بشركة ايرن تو تريد لكن هلا خلونا نتكلم عن تحليل سريع للبيتكوين عن نموذج مهم جدا خبراء التحليل بيعرفوا نموذج الرأي الاغلب بيكون هذا النموذج نموذج صعودي لكسر قمم جديدة حاليا متجهين الى التريند الهابط اي اقفال على التريند الهابط فانا تلقائيا رح توجه لكسر قمم في العملة هدفي الاول العملة رح يكون منطقة الثلاثة وعشرين الف سبعمائة الى مناطق العربة وعشرين الف دولار في حي كان تصحيح نحن نرجع ننزل نختبر البيتريند وبعدها ننطلق الى مناطق 25000 الى 25500 بهاي مناطق ممكن نرجع نصحح او ممكن نرجع ننطلق الى مناطق 27000 دولار لكن الهدف الاخير للبيتكوين هو مناطق 27000 دولار من هاي منطقة ممكن يشوف تصحيح لسوق الكريبتو لكن حانيا أكبر خطأ تدخل صفقات شورت بما أنه عندي سوق صاعد جدا جدا وعندي أهداف كبيرة عن بيتكوين وخاصة بعد ظهور نموذج الرأي شو صفقات اللي أنا مستثمر فيه وعن منتظر ارتفاعه الصفق الأولى زقائي هي عن صفقة دايدكس اللي عتمشي الداخل كريدور طبعا وصلنا إلى قاعة كريدور اليوم وبلشت بالارتداد دخلت بالعملة وهدفي هو منطقة دولار 90 سن بيكون عندي بربح تقريبا 10 بالمي من رأس المال بما أنه أنا بتداول فيوتشر بيكون ربحي تقريبا 200 بالمي من رأس المال العملة الثانية أزقائي هي عملة لونة كلاسيك عملة لونة كلاسيك حاليا نحن داخل مثلث قربنا جدا على رأس المثلث وفي حال ارتفاع بيتكوين ففي التأكيد رح يكون عندي ارتفاع وكسر الترند الهابط مجرد كسر الترند الهابط رح يشوف ارتفاع بالعملة جيد جدا بيصل إلى 17 أو 19 بالمي رح يدخل بعملة تيرا لونة كلاسيك في حال تم الإغلاق أعلى لترند الهابط الحد الآن ما في أي إغلاق أعلى لترند الهابط مجرد ما يتم الإغلاق نحن ندخل صفقة لونج على جروب الفيو اي بي ويكون هذا في منطقة 22 إلى منطقة 25 طبعا والعملة الثالثة أصدقائي اللي أنا بدي استثمر فيها هي عملة غالا عملة غالا كسرت لترند الهابط وحاليا عملة تعمل إعادة اختبار وحاليا أي ارتداد من هذه المنطقة رح نروح لكسر القمة ونوصل لبطقة الستي سنت يعني كمان عندي ارتفاع ممتاز جدا بيوصل إلى 20 بالمية طبعا هاي تلت عملة أنا عبرها أبن ومستعد أني أربح منن مرابح كبيرة خلال الأسبوع القادم بس يرتفع على البيتكوين وقادم في على البيتكوين 27 ألف دولار الدايديكس هدفي فيه دولار وتسعيد والقالة هدفي فيه الستي سنت وعملة تيرا لونة كلاسيك هدفي فيه الصفر بوين ثلاث أصفار ثلاثة وعشر أصدقائي نقصنا هاي الفيديو متمنى الفيديو كنا لأعجابك لا تنسى تشترك بالقناة تفعيل زر الجرس تضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم من ترقمي مع السلامة دوبتور بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر